بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة هوموف نوليج اهلا وسهلا بكم في الدرس الرابع من دروس الهومن اناتومي الان نتحدث اه ونتكلم عن الريفيو اوف سايتولوجي هنتكلم عن اه اه علم الخلية بعض النقاط نقطة الاولى نظرية الخلية بروبوست باي ماثيا سيلدن بوتانيست عالم نبات اسمه ماثيا سيلدن وثيودور شوان زوالوجست عالم حيوان ورادولف فركاو اللوه باثولوجست عالم مرضيات عفوا اه العلماء الثلاثة هذول اتفقوا في النهاية القرن التاسع عشر او في في سنة اه الف وثمانمائة وثلاثة ثمانية اه العلماء الثلاثة اتفقوا على انه اه سيل the smallest you know the smallest unit of life and any living thing يعني اي اه جسم حي او اي كائن حي اصغر وحدة في هي الخلية وانه that can maintain and perpetuate itself الخلية يعني قادرة عنها تتكاثر او تقوم بالعمليات الحيوية النقطة الثانية في اه review of cytology او مراجع العلم الخلية النقطة الثانية عندنا limits and cellular size and multi cellularity الملتي سيلولاريتي معناها انه يعني كيف كيف الخلية اه ليش الخلية ما تكبر ليش تحافظ على حجمها يعني يقصد فيها انه they either stop growing bigger الخلية اما انها تتوقف عن النمو اكثر or they just stay that size او انها تبقى في نفس ذاك الحجم او نفس الحجم or they divide into two little cells يعني الخلية بتحافظ على على حجمها السؤال هنا ليش الخلية طبعا هي لما تقوم stop growing bigger or stay that size or divide into two little cells معناها انها هي اه تتوقف عن النمو او تحافظ على نموها بحجم ثابت او ان الخلية معناها ان الخلية يعني بتحافظ على شكل او حجم ثابت تقريبا لكن السؤال هنا ليش طيب للاجابة على السؤال هذا خلونا نشوف الآن المثال التالي او الشكل التالي اللي يوضح ما الاشياء اللي تدخل الخلية والاشياء اللي تخرج منها هنا نقول in وهنا out الخلية طبعا اذا خلينا نأخذها خطوة بخطوة انه cell carry out cellular respiration producing ATP they generate waste تنتج اه waste product called CO2 خلية تقوم او تقوم بيدخال او يدخل الاكسجين مع طبعا وجود عنصر الطاقة اللي هو غلوكوز في عملية cellular respiration تنفس الخلوي ينتج عندنا uh out outcome one of the waste products يعني مخلفات او نواتج cellular respiration التي لا تحتاجها الخلية ويجب انها تتخلص منها بسرعة اللي هو CO2 ثانيكسجي الكربون breaking all proteins forming waste forming waste products called ammonia لو NH3 and urea اذا الامينو اسد يدخل داخل الخلية يصنع الى protein protein synthesis صناعة بروتين ينتج اه عن اه تكسير البروتين الامونية لو NH3 واليورية اذا هذه من ال waste products ايضا nucleotides نقول ان old nucleic acid dna والrna اسمهم nucleic acid break down form a waste product called uric acid ايضا nucleotide تدخل الى الخلية ينتج عندي ينتج عندي ال dna ينتج ال dna والrna nucleic acid breaking down rna وال dna بيعطي اليوريك acid كويس product طبعا اه الفيتامين منرالز اه تدخل الخلية وتعمل كاكو انزايمز مساعدات او اه محفزات للانزايمز اه الماء طبعا يدخل ويخرج عن طريق خاصية اسمها السموزز اذا هنقول انه بالنسبة الفيتامين والمنرال الفيتامينات والمعادن are coenzymes تعمل مثل ما قولنا ك coenzymes تساعد الانزيمات في عملها assist enzymes يعني تساعد الانزيمات في عملها داخل الخلية الواتر- الواتر الواتر الوه коen்வاء llegó الاتج 2-وه can flow out of the cell across the cell membrane طبعا ي rasa поe empty and out through the cell membrane خلال السل المямبراين هذا هو غشاء الخلية tı الوالغشاء الخلوي whenever water flows into the cell or out of the cell that's called osmosis تسمى عملية دخول وخروج الماء عملية osmosis أو يسموها بالعرب الأزموزية اللي هو انتقال الماء من وسط إلى وسط آخر من خلال غشاء شبه منفذ هذا تسمى بالأزموزية إذن هناك مواد تدخل الخلية ومواد تخرج من الخلية خلال غشاء شبه منفذ نلخص النقطة السابقة تلخيص various nutrients have to get across the cell membrane into the cell fast enough to allow it to stay alive يعني أن المواد التي سوف تدخل الخلية السابقة هذي هي المواد هذه اللي هي N لازم أنها تدخل بأقصى أو بأقصى سرعة بأقصى ما يمكن عشان تبقي الخلية حية لأنه إذا كان هناك نقص في الأكسوجين أو الغلوكوز أو الأمينو أسد أو نيوكليتايد أو الفيتامين ومينرالز أو الماء حيكون هناك مشكلة في الفيتاليتي أو حيوية الخلية أو قدرة الخلية على إتمام عمليات الحيوية فهيكون هذا أكيد هيأثر على حيات الخلية various waste products المخلفات أو waste products اللي هي النواتج عمليات التكسير أو الهضم أو عمليات الأيد داخل الخلية هذه السمه waste products التي لا تحتاجها الخلية وهيجب عليها تخلص منها بسرعة have to flow out تخرج الخارج across the cell membrane so they don't accumulate and kill the cell يعني لازم أيضا المواد الناتجة عن عمليات الهضم أو عمليات الأيد المواد الناتجة عن عمليات الأيد أو عمليات تكسير بعض المواد كwaist products لا تحتاجها الخلية يجب أنها تخرج بسرعة يعني أن هذه العناصر must to flow in fast enough وهذه الwaist products must flow out fast enough يجب أنها تخرج بسرعة إذن الرابط الرابط بين دخول المواد أو العناصر التي تحتاجها الخلية والwaist products الرابط بينهم هو السطح الخارجي للخلية والحجم الداخلي إذن هناك علاقة بين السطح الخارجي للخلية والحجم الداخلي فعلا بتأثر في دخول العناصر التي تحتاجها الخلية والwaist products التي تخرج منها لذلك الخلية يجب عليها أنها تنقسم كما قلنا في شريحة السابقة أن السل must stop growing bigger stay that size or divide into two little cells there is a formula we can use that allows us to estimate the outer surface area of a three dimensional ball معناة الكلام هذا أنه نحن عندنا فورميلا الممكن من خلالها تحدد outer surface area of three dimensional ball يعني لو افترضنا الخلية مثل الكرة ممكن نحن نحدد outer surface area تبع الخلية من خلال صيغة رياضية اللي هي four by r square نخلي بالنا أيضا أنه area of a circle قانون أو formula هذه الفورميلا أو الصيغة التي تحدد area of a circle اللي هي by r square أيضا الحجم الداخلي لكرة 4 على 3 by r cube 4 على 3 by r cube ال r طبعا هذه نصف القطر لو قمنا بجمع المعادلتين أو المقارنة بين المعادلتين اللي هي surface area for a ball three dimensional ball اللي هي four by r square والvolume والحجم الداخلي والحجم الداخلي لثري ديمنيشنال ball اللي هو 4 على 3 by r cube لو دينا نعمل comparison compare between the surface area and the volume سوف ينتج عندنا أنه surface area مقارنة مع internal volume هي r square لـ surface area و r cube لـ internal volume for a three dimensional ball لأنه الأربعة الأربعة والأربعة على ثلاثة not a big deal يعني ممكن نحذفهم مع بعض ما في بينهم أو لا يشكلون ذلك الفرق ولو جينا أيضا نقارن ما بين الباي ممكن نزيلها مع الباي هيبقى عندنا r square و r cube إذن surface area for a three dimensional ball السطح الخارجي أو مساحة السطح الخارجي لكرة ثلاثية الأبعاد مقارنة بي الحجم الداخلي هيكون r تربيع و r تكعيب بالنسبة للحجم الداخلي r which is the radius is a real important factor between the relation of outer surface area and the internal volume يعني العامل المؤثر في surface area والانترنى volume هو radius اللي هو r يعني النصف القطر الفعلي أو النصف القطر بين المساحة هو العامل المؤثر بين المساحة الخارجية للخلية والحجم الداخلي الآن خلونا نلاحظ أنه لو كان عندنا مثلا خلية الخلية نصف قطرها واحد وحسب المقارنة ما بين outer surface outer surface area للخلية و والانترنى volume هذا الـ outer surface 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 area والانترنى volume لما جينا قارننا ما بين outer surface area لـ three dimensional ball افترضنا أن الخلية كرة وكانت الخلية وجدنا العلاقة بين outer surface area الخلية مع internal volume هي R تربيع R square بالنسبة لل outer surface area و R cube بالنسبة لل internal volume لو جئنا الآن نطبق القانون لو كان عندي خلية نصف قطرة واحد فحيطلع عندي outer surface area سطح الخارجي للخلية واحد بينما ال internal volume هيكون بواحد أيضا لأنه R لو قلنا هذه واحد هي R R بالساوي واحد إذن R تربيع بتساوي واحد أيضا R تقعي بتساوي واحد الآن خلونا ننظر لو أنه قط نصف قطرة الخلية ازداد مقدار صار اثنين الآن نصف قطرة الخلية لو أصبح اثنين ازداد من واحد إلى اثنين يعني R تساوي اثنين ال outer surface area R تربيع يعني اثنين تربيع هي تساوي اثنين ضرب اثنين تساوي اربعة هذا ال outer surface area بينما ال internal volume هو R تكعيب ساوي اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين يعني ثمانية نلاحظ الفرق نلاحظ الفرق بين ال internal volume وال outer surface area ازداد الزيادة عندي في ال volume او ال internal volume كانت اكبر من outer surface area مع انه النصف القطر هو نفس واحد ما تغير ماذا لو كان زاد نصف قطر الخلية من اثنين الى اربعة هيكون عندي ال area outer surface area ب 16 بينما ال internal volume لنلاحظ هيزيد بمقدار كبير جدا اللي هو 64 بالرغم من ان نصف القطر هو نفسه في نفس الخلية الا ان هناك فرق واضح بين outer surface area وال internal volume اذا هذا بالتأكيد سيؤثر على flow of nutrients into the cell او خروج waste products out of the cell لانه مع انه مساحة السطح كان 16 الا انه الحجم الداخلي كبير جدا يحتاج الى زيادة في nutrients لكن مساحة السطح الخارج لانها لم تزيد بمثل او بمقدار مقارب لل internal volume فهيحصل مشكلة كبيرة في عمل الخلية واداءها بوظائفها الحيوية وهذا ما سنلاحظ في الشريحة السابقة comparing surface area to the volume لو جينا نقارن surface area to the volume حان نقول let's imagine we've got a little cell and let's say that radius is one مثل ما قلنا نفترض ان الخلية كان عندنا خلية radius بتاعها واحد as a unit notice that the big difference between calculating the outer surface area of a cell and the internal volume طبعا لاحظنا انه كان في هناك اختلاف كبير في ال calculation او الناتج ما بين outer surface area of a cell وال internal volume الحجم الداخلي كان هناك فرق واضح the internal volume increases in faster rate than the outer surface مثل ما وضحنا في المثال هذا انه ال internal volume ال internal volume فعلا كان بيزيد بطريقة كبيرة جدا او اسرع نسبيا مقارنة بال outer surface اللي هو السطح الخارجي and as the cell getting bigger it needs more and more nutrients يعني نخليها تحتاج الى nutrients ومواد عشان تعمل تقوم بأداء وظائف الحيوية بشكل أكبر بكثير مع الازجاد في الحجم these nutrients it needs more and more nutrients to get into and to stay alive تحتاج الى خلية تحتاج الى مواد غدائية كثيرة كلما ازداد الحاجم الداخلي but the outer surface isn't getting big enough isn't keeping up with its internal volume يعني بالرغم من انه ال internal volume تبع الخلية زاد بمقدار كبير الا انه السطح الخارجي لا يلبي ذلك او لا يلبي تلك الزيادة في الحجم الداخلي لذلك حيكون هناك تأثير في سرعة دخول مواد الغذائية لداخل الخلية لذلك الخلية سوف يحصلها انقسام او انها ستتوقف في مرحلة ما عن النمو so nutrients and waste المواد الغذائية والwaist للفضلات الخلية cannot move in and out in faster rate that would kill the seal يعني اذا ما كان هناك دخول وخروض دخول للمواد الغذائية وخروج المخلفات مخلفات الخلية ومخلفات ونواتج الايض اذا ما كان هناك تناغم بحيث انه يكون الخروج والدخول سريع سيؤدي ذلك الى قتل الخلية so sales microscopically stay small لذلك الخلايا يكون حجمها صغير لهذا السبب that's why insertion size في حجم معين cells either stop growing or divide اذا الخلايا في حجم معين تصل لحجم معين تقوم بتوقف عن النمو او divide او الانقسام that's why we built off many microscopic cells لهذا السبب معظم الكائنات الحية تتكون من خلايا معظم الكائنات تتكون من خلايا مايكروسكوبية كثيرة حيث من خلايا موسيقى حيث موسيقى ها اشترك 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 اشتركوا في القناة